السلام عليكم معكم شروك من لبنان لحلقة جديدة بس بالاول بدي اطلب المتابعة والاشتراك بالقناة شير واللايك اي حدا عنده اي سؤال اي استفسار بحب دحكي باي موضوع اللي هو كمانا يكتب لي بالتعليقات وخلينا طريقة عناية في الشعر الجاف هناك طرق عديدة ومتنوعة دعونا نحكي اولا التقليل من عدد مرات غسل الشعر الغسيل بتكرار الغسيل للشعر بيأزي الشعر ممكن في الغسل جسمنا مضروري كل يوم الغسل الشعر هيدا اولا ثانيا استخدام شامبو خاص بالشعر الجاف طبعا لما نروح نشتري علبة الشامبو لازم ننتبه انه مكتوبة لالشعر الجاف هيدا الشيء كتير مهم العالم ما كتير بتنتبه له اقدرت الاشخاص بروح مثلا على السوبر ماركت ما عجبتني هيدا اقيم نجيبه وخلص تالت طريقة وهي كتير طريقة مهمة هو استعمال بالصم للشعر يعني ما بتسدوا قدي فيه فرق بس تستعملوا البنصم تحسوا فرق مش طبيعي رابع طريقة هي استخدام الزيوت الطبيعية في حلقات المقبلة ان شاء الله سوف نتحدث عن الزيوت وانواع الزيوت والمسكات اللي منقدر ايضا نعمل قص اطراف الشارع المقصفي الشارع المقصفي اذا ما قصيناها اليوم ممكن تدلع بتتأصف وتتأصف وتكون هالأد بعدين بتصير هالأد كتير مهم نحنا ننتبه لهيدا الموضوع ويكون فيه مدة كل مدة نشوف هيدا التقصيف والعنشو تلاول مقمنات الفيتامينات والمعادن ايضا بالاضافة للحفاظ على ترتيب الشعر ونعمل جو ملائم للشعر كما تتعرض للجفاف وبالتالي تجنب استخدام اي منتجات ضارة بصحة شعرنا لكي انا هادي نصائحة كانت لليوم ان شاء الله تكون استفدتوا مننا وعم تستفيدوا اي حدا عنده اي سؤال اي استفسار ما يتردد ابدا انه يكتب بالتعليقات او بليز لايك وشير للصفحة كرمال تكبر يصلقوا لكل جديد ان شاء الله حافظ حافظ اشتركوا في القناة